مما لا شك فيه ولا يختلف اثنان عليه وما ينادي به الخبراء الاقتصاديون دوما هو الدور الكبير الذي تلعبه غرف الصناعة والتجارة في جميع دول العالم في رفض اقتصاد الدولة بمزيدا من الداخل ومساهمتها الفعالة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودورها الكبير في التوظيف والتشغيل وجذب الاستثمارات النوعية والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الليبية وبهدف تعزيز دورها الغائب لعقود من الزمن في البلاد في ظل تهميش وتقزيم الحكومة لعملها أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة للعاصمة اليونانية أثناء بهدف تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال ورفع مستوى التبادل التجاري وجاءت هذه المذكرة بتوجيهات من وزير الاقتصاد محمد لحويج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلال اجتماع عقد على هامش توقيع الاتفاقية تم خلاله الاتفاق على خمسة إجراءات للنهوض بالصناعة الليبية بحسب وزارة الاقتصاد وتلخصت الاتفاقية في سبل تفعيل حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والإنشاءات وتطوير البنية التحتية والصناعات الغذائية والطبية كما أبدى خبراء اقتصاديون استبشارهم بمثل هذه الاتفاقية وغيرها التي تسهم بتنويع مصادر الدخل في البلاد وتنعيش الآمال من جديد بعد التهديدات التي تطال اقتصاد البلاد دوما بوجود مصدر واحد واصفين هذه الخطوة ببداية الغيث لليبيا والليبيين ترجمة نانسي قنقر